اهلا بكل مشاهدين اهلا ومرحبا بكم في جولة جديدة من حلقات الشوط الثالثة اليوم نتعرف على اهم المتابعات الرياضية والتي نبدأ حلقتنا لهذا اليوم من مناشدة النجم الدولي السابق يونس محمود الى الحكومة العراقية بضرورة اقرار قانون الاندية الرياضية الطالب نجم الكرة العراقية الاسبق يونس محمود الحكومة العراقية الاسراع بالتصويت على قانون الاندية الرياضية محمود اكد في تصريحات صحفية اناشد البرلمان العراقي بضرورة الاسراع بالتصويت على قانون الاندية الرياضية المقترح وذلك بعد سحبه من جدول الاعمال الاسبوع الماضي بسبب اعتراض عدد من ادارات الاندية على ثلاث فقرات جدلية واضاف محمود ان القانون المقترح يمثل نقطة تحول ايجابية للرياضة العراقية لانه سيسهم في الدفع بالاندية الى البحث عن الاستثمار وتحويلها الى شركات تجارية مثل ما تعمل الاندية المحترفة وانهاء سطوة الشخصيات المستحوذة على مقدرات الاندية لعشرات السنوات دون حسيب ورقيب وبينا كابتن المنتخب الاسبق ان الفقرات الثلاثة التي اعترض عليها رؤساء الاندية المتضررين لابد ان تبقى في القانون لانها ستؤسس لخارطة طريق مثلة في بناء رياضة جديدة بعيدا عن المصالح الشخصية مشددا على انه مع موقف لجنة الشباب ورياضة البرلمانية اللي تصر التصويت على جميع الفقرات في مقدمتها شرط الدورتين ثماني سنوات ومنع تعدد المناصب في اكثر من جهة الرياضية اضافة الى بند العمر 75 عام وذلك لمنح الشباب الفرصة في الدخول للعمل الاداري طبع احنا للأسف الشديد كاعلام لم نفهم مفردات القانون الجديد لكن النقاط المثار عليها الجدل واللي ظهرت الى العلن هي فقرة العمر والشهادة الدراسية والدمج ما بين منصبين وايضا تحديد الدورات الانتخابية واكتفاها بدورتين هاي الفقرات اللي ظهرت لكن اكو فقرات الكثير يجهلها كنت اتمنى ان هذا القانون يمرر الى الاعلام ويتم مناقش تعلنا قبل الذهاب الى التصويت لانه الجميع يرفض ان يكونوا واقع حال والكل يصطدم ببعض الفقرات خبير قانوني تحدث قبل فترة وقال موضوع تحويل الاندي الى شركات استثمارية رح يدخلنا في متاهة مجلس الادارة ومجلس الادارة يورث لانه مجلس الادارة او الشركات التجارية اللي بيها مجالس ادارة تعتمد على الاسهم واسهم المشاركين وبما انه رئيس مجلس الادارة صاحب القدح المعلة في زيادة عدد اسهم اذا بعد موته او بعد اعتزاله سيورث الى انجاله هذا الموضوع اللي احنا كنا نتمنى انه يعرض حتى نقدر نناقش ونعرف مفرداته لكن احنا معا انه تختزل الى دورتين يعني الرجل اللي يقود النادي ثمان سنوات كلش كافية وانت المجال الغيره موضوع الشهادة الدراسية موضوع لا اختلاف عليه ما اكو رئيس هيئة ادارية ما عنده شهادة دراسية ما عنده لغة ما عنده ثقافة عامة وايضا الموضوع الاخر تحدد المناصب ايضا نطمح انه من يقود النادي ما عنده منصب اخر حتى لا يشتت ما بين هذه المناصب فهذا اللي نتمنى على امل انه انه نشوف مفردات هذا القانون مباشرة ااخذكم الى اربيل في قلب كردستان العزيزة الغالية اللي تتواصل على ارضه منافسات دور الثمانية بالكرة الطائرة المباريات دخلت منعطف مثير وزميننا امجاد ناصر كان حاضر على قاعة اكد الرياضية وهي لنا هذا التقرير اللي يتحدث عن دوري الدرجة الممتازة بالكرة الطائرة الى امجاد ناصر انطلقت في محافظة اربيل منافسات دور الثمانية المرشحة للأدوار النهائية من دوري اندية العراق بكرة الطائرة للدرجة الممتازة للموسم 2020-2021 التجمع الثاني بتنظيم واشراف الانتحاد العراقي المركزي بكرة الطائرة النتائج بين الفرق المتنافسة متساوية تقريبا لكن ما يلفت النظر في هذا الدوري بهور دماء شبابية جديدة على مستوى كبير نافس اللاعبين من اصحاب الخبرة والاحتراف قدمنا مستوى قد نقول يعني مو جيد مقبول الفريق يعاني من ناقص لاعبين وعدنا لاعبين مصابين ونقص بالاحتياط قدمنا الشيء اللي نقدر عليه نادي البحري نادي متخم بالنجوم ولاعبين متخم بطني ومكانيات عليه نادي دينافس على الدوري ان شاء الله احنا يعني وصلنا للدوري النخبة هذا انجاز النادينا رغم يعني احنا الدعم المادي قد يكون متوسط او مقبول فان شاء الله احنا نقدم مستوى افضل بالمبارات القادمة الحمد لله وشكرا على هاي النتائج الطيبة نشكر الهيئة الادارية والكادر التدريب وخوت اللاعبين على هذا المستوى والمنافسات كانت صعبة اغلب الاندية نشوف مستوياتها متقاربة ولذلك ما كنادي مرشح على اخذ الدوري الجميع نافس على لقب الدوري يبقى جدل الازلي بين الاندية الرياضية العراقية هو الدعم المادي والفرق بين اندية مؤسسات الدولة والاندية التي تلعب بدون غيطاء حكومي او الغير مرتبطة بمؤسسات الدولة التي يجد اللاعب كل المستلزماته من ناحية التدريب والدعم المادي له وللفريض استعدادات الفرق الاندية استعدادات قيمة لان كل الاندية اندية مؤسسات لها دعم مادي قوي من وعقود ورواتر للاعبين اكثر اللاعبين الاندية هم متوزعين على اندية الحراق من الغاز الجنوب وبيشمرقة والشرقة والجيش والبحري وباقي الاندية الصناعة وناد الصناعة انا اشوف الفرق يعني المستويات احسن من تجمع لوا يعني المستوى متنافسة جدا حلوة بفرق البحري والجيش والغاز الجنوب والبيشمرقة فرق يعني تقدم مستوى كلش حلو وتنظيم مرتب وفرق المستويات متقاربة بين الفرق المشاركة والجميع يبحث عن الفوز للصدارة منذ بداية انطلاق الدوري لبرنامج شوط الثالث امجاد ناصر اربيل شكرا امجاد على هذا التقرير ان شاء الله رح نكون على مقربة من النهائيات يوم الاحد المقبل رح تكون نهائيات هذا الدوري واكيد فريق عمل الشوط الثالث وزملائنا في مكتب اربيل رح يكونون حاضرين لتغطية هذه الفعالية المهمة الى بيت الصقور سادة الاحبة والاعداد للكلاسيكو الذي انطلق قبل قليل بين الزوراء والجوية حضور جماهيري غفير غصت به مدرجات ملعب الصقور في قلب بغداد بحضور رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الفريق شاب جاهد اذ شهد ملعب القوة الجوية حضورا جماهيريا غفيرا لمؤازرة الفريق قبل الكلاسيكو امام الزوراء بحضور رئيس الهيئة الادارية للنادي الشاب جاهد اللي حيل جماهير الغفيرة اللي حضرت اخر الوحدات التدريبية للفريق الجوية مؤكدا ان حضورهم له الاثر الاكبر في تدعيم الفريق الصقور خاض اخر حصة وتمتع بمعنويات عالية ودور وتواجد رئيس الهيئة الادارية كان الى اثر كبير في هذه اللقطات اللي رح تشاهدوها اتباعا اللي رح تشاهدوها اتباعا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طبعا حيي الروح الرياضية العالية للسيد الرئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية السيد قائد القوة الجوية الفريق الركن الشاب جاهد وهذا التدعيم اللي شاهدنا وليس بالغريب على جمهور الجوية او جمهور الزوراء او جمهور الشرطة او كل الجماهير المتعلقة بانديته لكن يا جماعة الخير ترحنا دنعاني من وباء يا جماعة الخير دنعاني من جائحة اكلة الاخضر واليابس الله يحفظ جمهورنا جمهور الجوية اللي البارحة وهي اللقطات اللي اعرضناها يعني لا ارتدوا الكمامة لا تطبقوا سياسة التباعد وبالتالي يعني احنا نخاف نخاف لانه بعد ما بي نحيل نخسر نخسر ناسنا ونخسر اهننا بقدر ما فقدنا الكثير من النجوم اللي ابكون دم بسبب هذه الجائحة نعم شيء جميل الجمهور متعطش الجمهور من حقه ان يعبر عن حبه الجمهور الان محصور صار اسير اجهزة التلفزة لانه لا حضور مباريات لا حضور دعم لكن يجب ان لا نتناسى موضوع الكمامة او الكمامة ولا ننسى سياسة التباعد نعم انا احب فريقي اروح اهوس لكن ابتعد يعني هذه النقطة اللي حبيت اوجهها واللي تمنيت انه لا تتكرر مستقبلا لانه ارواح كل اهننا وناسنا عزيزة علينا والله يحفظ الجميع وان شاء الله الخير والموفقية للزورة والجوية في الكلاسيكو اللي يمثل نقطة تدعيمية لمنتخبنا الوطني ولا الكرة العراقية سادتي الاحبة ناخذكم الى محافظة نينوى العزيزة الغالية وبالتحديد الى نادي نينوى الرياضي اللي يستمر هذه الفترة في حملة اعادة اعمار المرافق الحيوية لهذا النادي وهذه اللقطات اللي وصلتنا من زميننا العزيز جمال البدراني اذ تجري في نادي نينوى الرياضي حملة تأهيل واعمار مرافق النادي الحيوية على مرحلتين الاولى كانت بدعم من محافظة نينوى واللي وصلت لمراحل متقدمة فيما طالب المشرفون على الاعمار في النادي باطلاق السلفة الاخيرة الخاصة بوزارة الشباب لغرض اكمال مباني المشروع اللي انتظره شباب الموصل على احر من الجمر هذه اللقطات طبعا واللي احنا نبارك لكل الجهود الخيرة اللي سعت الى اعادة هذا الصرح الكبير هذا الصرح الرياضي اللي رح يكون خير داعم الى رياضة نينوى والى النادي الام نادي الموصل العزيز هذا النادي اللي الى ارث تاريخ من حيث الانجازات ومن حيث النجوم اضم صوتي الى صوت كل من يطالب باطلاق السلفة ما اعرف المنظام بيها الناس اللي تشتغل وتريد تعيد اعمار مبنائها وناديها حتى تستقطب نجوم المحافظة ونعرف كل زين نينوى الموصل وقعها وتأثيرها على الرياضة العراقية عموما لانه الابطال الموجودين في كل اللعب في هذه المحافظة اعتقد رح يكونون خير دعامة للرياضة العراقية طبعا اشكر زميلي جمال البدراني اللي كان حاضر في مواكبة هذه الحملة ونذهب الى هذه اللقاءات لرئيس الهيال دارية لنادي نينوى ونائبه ونتابعه نادي نينوى الرياضي بطور الاعمار لدينا اعمار من قبل محافظة نينوى من تنمية الاقاليم وصلنا نسبة الانجاز 85% وهناك طبعا اعمار من قبل وزارة الشباب والرياضة الجناح الاداري وصلنا انجاز به تقريبا 80% الان نادي نينوى الرياضي سوف يكون من اجمل الاندية يمكن في عموم العراق النادي الذي تعرض الى دمار شامل من قبل عصرات داعش الارهابية والان النادي في طور الاعمار مثل ما تلاحظون الان المشاهات وعيدت الى ما كانت افضل عليه من السابق عدنا المقر الاداري حاليا هو ثور الانجاز وبنسبة الانجاز ما يقارب 80% لكنه عدنا سلفة اخيرة من خلال منبركم مناشد معالي وزير الشباب والرياضة باطلاق السلفة الاخيرة لإكمال النواقص الموجودة مثل ما شاهد الان المقر مع النادي كل الموفقية لنادي نينوى والرياضيين نينوى والى كل الجهود الخيرة الساعية الى عادة اعمار البنى التحتية الرياضية اللي الحقيقة عبر منبرنا قلناها مرارا وتكرارا على كل المسؤولين في الدولة العراقية الاهتمام بالبنى التحتية الرياضية في كل المحافظات ولا سيما المحافظات المحررة لانها عانت الخراب والدمار اكرر شكري الى جمال البدراني على جهوده اذهب الى اربيل مرة اخرى هذه المرة واللي من خلالها اعلن رئيس اتحاد الكرة في كردستان سفين كانبي استقالته من العمل بسبب تدهور وضعه الصحي سفين كانبي عقد مؤتمر صحفي اكد فيه انه قدم استقالته من منصبه رسميا مبينا ان اربع من اعضاء الاتحاد قدموا استقالاتهم وهم سلام حسين وسيروان نجم الدين ودلشات صالح وقاسم صالح كانبي عزى سبب استقالته الى عدم قدرته على مواصلة مهمته بسبب اوضاعه الصحية من جهة الاخرى ترأس اللاعب الدولي السابق طارق عبد الرحمن رئاسة اتحاد الكرة في كردستان بعد اختياره بالاجماع من عمومية الاتحاد حيث سبقه لعبد الرحمن المثل اندية اربيل والشرطة والمنتخب الوطني العراقي ويترأس منذ تسع سنوات فرع اربيل لاتحاد كرة القدم العراقية يذكر ان رئيس اتحاد كرة القدم في كردستان المستقل سفين كانبي كان قد قاد رئاسة الاتحاد منذ تأسيسه في العام الفين وخمسة دعواتنا بالصحة والسلامة الى سفين كانبي اللاعب السابق نجم كرة اربيل والاداري الناجح اللي قدم الكثير لكرة القدم في كردستان وفي اربيل وايضا نبارك المهمة الجديدة للكابتن الخلوق العزيز طارق عبد الرحمن هذا النجم الدولي اللي يمثل اندية الشرطة واربيل ومنتخباتنا الوطنية واللي ايضا هو يعتبر من الاداريين الرائعين النموذجيين اللي يستطاع ان يقود اتحاد الكرة في اربيل لتسع سنوات بنجاح وبموفقية لذلك اتمنى لالنجاح ايضا والاستمرار بالموفقية ومغريبة على طارق عبد الرحمن الاستمرار وحياة افضل وانقى ان شاء الله صحيا لسيد العزيز سفين كانبي من اربيل الغالية وكردستان العزيز نأخذكم الى البصرة الفيحاء حيث هيئنا لكم هذه المتابعة المهمة عن مشروع ملعب نادي الميناء الدولي هذا الملعب اللي الحقيقة وصل نسبة انجازة الى مراحل متقدمة بالتأكيد سيكون خير داعم لتدعيم البصرة في احتضانها لملف خليجي 25 اللي نأمل ان يكون في البصرة ثغر العراق الباسم زمينا العزيز زيد السراج وفريق عمله اللي سبق وانتواجد في البصرة هيئ لكم هذه التقطية عن مراحل انجاز ملعب نادي الميناء الدولي الى البصرة اهلا بكم مشاهدين الكرام وهذه الرسالة اليومية من البصرة والتي تأتيكم عبر الشوط الثالث هذه المرة سنأخذكم الى ملعب الميناء الاولمبي هذا الملعب الكبير والذي وصل الى نسب انجاز متقدمة ومن المؤمل ان يرى النور خلال الفترة القليلة القادمة ليضاف الى الصروح الرياضية في البصرة والعراق وبسواعد عراقية خالصة خليكم اليوم المهندس المقيم المشروع اللي تحدثنا عن نسب الانجاز العمل اللي يجري ان شاء الله شوكت هذا الملعب راح يشوف النور ليكون اضافة مهمة للملاعب الاخرى في البصرة وبقية المحافظات ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم ملعب الميناء الاولمبي ما يتكون من ملعب بساعة 30 متفرج مع ملعب تدريب مع المتفرجين بساعة 400 متفرج ملعب تدريب جاهزة عندنا اه واصلة مرحلة زرعة الثيل اه بالنسبة الملعب الرئيسي ساعة 30 متفرج اه فقرات العمل النشطة به هو مباشرة بسحب اه اه كيابلات الهيكل اه واصلة المرحلة جيدة يعني المباشرة مثل ما شوف حظتك بالجول بالكاميرا شوفه جاي نربط بالكراسي اه بالنسبة نشتغل بالواجهة مع الفي اي بي اه جميع الفعاليات المهمة اه الكاميرات منظومات البيت المصاعد كلها مجهزة ما تروح في ارض الموقع في ارض الموقع اه الساحة المثيلة جاهزة ايضا للزرع نجم يعني بصراحة انت اليوم جولت في اروقة هذا الملعب وايضا الامور الاخرى تتعلق به وبصراحة شون شفت سير العمل والله صراحة اني سعيد جدا اليوم ان اتجول بالملعب واطل على تفاصيله ومخططاته والاهتمام بالمواصفات ومواصفاته جيدة جدا باسم بالملعب الاخرى وان شاء الله يكمل بهذا المستوى والمثقف ويحتضن اللاعبين وتقام عليه المباراة ومن الله التوفيق الملعب اه يمكن اخوان سبقوني شرحوا انه هو ساعة تصميمية ثلاثين الف متفرج جدا من كذلك مضمار اضافة الى ساحة اللاعب اه كذلك وجوه الساحتي ان تدريب بساعة اربعمائة كرسي كل ساحة جميعا المنشآت مسقفة السقف اللي مستخدم هنا يمكن اذا شوفونا الصورة المعمارية هو فالملعب راح يكون فريد النوع بالمنطقة يمكن على شكل اشرع لانه مستوحات من اسم الملعب نفسه الحقيقة الملعب تعرض لعدة حالات يعني او لطراق لها احنا بدينا بالملعب يعني بالالفين وثلاثتاش ام جزيان امر حلة الاسس والهيكل الرئيسي صارت احداث اللي صارت في العراق احداث الداعش لأعمال الارهابية سبب التوقف المشروع استمرنا لغاية في نهاية الفين وثمانطاش راجعنا ثاني مرة استمرنا مدة السنة صارت موضوع جائحة وكورونا وتوقفوا العمل هماتين بحدود ثمانت شهر بالرغم من هاي الشركة تواصل عملها بالمشروع الي النهار نحاول انجاز المشروع خلال الاشهر القادمة يكون جاهز نسل الاحتضام بطولة خليج 25 إن شاء الله في البصرة يكون رافد ومشروع المدينة الرياضية المنجز من قبل شهر بات منافسه ينظمنا احد المهندسين المنفذين لمشروع ملعب الميناء وملاعب التدريب للحديث عن ملاعب التدريب نسب الانجاز وين وصلت الان لو تحدثنا اليوم عن ملاعب التدريب والدائر راح بيكم في البصرة الشرقية هنا من مشروع ملعب الميناء العظم بالدولي هنا متواجدين مساحات تدريب ساحات تدريب عدد اثنين ملحقة وين ملعب وين مشروع الملعب الرئيسي مثل ما تشوفون الآن الساحات تدريب هنا كاملة منجزة 100% ما عدا فقرة الثيل لانه انتظر موسم الزراعة كاملة شبكة السقيمالتا والمرشاد بالاضافة لان البنى التحتية الموجودة بالساحات التدريب منجزة بشكل كامل مشاهدين الكرام الى هنا نكون قد وصلنا الى ختام رسالة اليوم من البصرة والتي كانت مخصصة عن مشروع ملعب الميناء الأولوبي نتمنى ان يسير العمل بهذه الوتيرة المتصاعدة من اجل انجازه قبل انطلاق كأس الخليج انتظرونا ورسائل يومية من البصرة عبر الشوط الثالث شكرا زيد على هذه الجهود الرائعة هذا اليوم واللي ارتعينه دائما ان نتجول في اروقة اتحاداتنا الرياضية لاسيمة الاتحادات اللي بدت تعمل وبدت تخطو وبدت تحقق النجاح مثل ما نوجه سهام النقد ايضا نوجه الشكر والاعتزاز والتقدير ونثمن الجهود المخلصة الرامية لانجاح هذا الاتحاد اليوم رح نوقف عند اتحاد كرة اليد هذا الاتحاد اللي استطاع بفترة قصيرة تحت قيادة رئيس جديد لاتحاد كرة اليد هو السيد محمد الاعرجي من تصحيح السكة مسار الانتصار والعودة الى الانجاز بفترة وجيزة منتخبنا الشبابي يحقق اروع الانجازات في بطولة دولية مع منتخبات الهباع طويل في طهران بطولة يزد الدولية واليوم ينتهي اتحاد كرة اليد من ازدال الستار على منافسات بطولة دوري كرة اليد للفرق الممتازة في محافظة السليمانية والتي تكللت بفوز فريق نادي الجيش بعد احتكار للقب البطولة من قبل القيثار الخضراء الشرطة لخمس مواسم اليوم الجيش عاد وبقوة ليخطف لقب البطولة سنتناول اطراف الحديث مع ضيفي الكريم المتواجد معنا من استوديوهاتنا في بغداد السيد رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد محمد الاعرجي واللي اتقدم له بالشكر الجزيل لبا دعوة البرنامج قادما من كربلا الى بغداد لغرض الحديث مع جمهورنا الكريم عبر الشوط الثالث سيد محمد احييك اجمل تحية و اقول لك حمد الله على سلامة وصولك الى بغداد و اهلا بك ضيفا كريما في الشوط الثالث عبر الشرقية اهلا وسهلا بك سيد محمد و برنامجك الرائع يعني الحقيقة احنا نقدم له كل الجزر كل الشكر والتقدير لما يدعم الاتحادات و جميع الرياضة العراقية في بلدنا العزيز اهلا و مرحبا بك سيد محمد ضيف كريم وسنفتح الحوار على مصرعي في تفاصيل كثيرة تخص عملكم في الفترة الاخيرة نذهب الى هذا التقرير اللي عد زيد السراج و اللي يتحدث عن منافسات دوري كرة اليد اللي ازدل ستار عليها في السليمانية بفوز نادي الجيش الى زيد السراج اختتمت في السليمانية بطولة العراق بكرة اليد وسط منافسة قوية ما بين الفرق المتبارية وحقق فريق الجيش المركز الاول بعد ان تمكن من الفوز على منافسيه فيما حصل الشرطة على مركز الوصافة وتمكن كربلاء من الحصول على المركز الثالث والقاسم رابعا ومن ثم الفتوى خامسا والسليمانية المضيف سادسا ورغم الظروف الصحية الصعبة وحظر التجوال يحسب الاتحاد اللعبة اقامة البطولة شمال العراق واختتامها بشكل ضمن انتهاء المنافسات دون ترك الامور مفتوحة من دون تحديد الفائز وجدول الترتيب وتحتاج كرة اليد اليوم الى عمل حقيقي وجاد على مستوى الفئات العمرية اذا ما اراد الاتحاد النهوض باللعبة وذلك بالتعاون مع الاندية واجبارها على تشكيل فرق من القاعدة العمرية وترحيل عدد منهم الى فئة اكبر في كل موسم لان هذا الحل سيضمن رفد المنتخبات الوطنية باللاعبين وعدم الاعتماد على اسماء معينة فقط من بغداد للشوط الثالث زيد السراج شكرا مرة اخرى سيد على جهودك واعود الى ضيفي الكريم السيد محمد الاعرجي رئيس اتحاد كرة اليد سيد محمد بالبداية اهنئكم انتم كاتحاد جديد على نجاحكم في احتضان منافسات الدوري الممتاز واللي دخل مرحلة مهمة في السليمانية كما يسعدني انا اتقدم بشكر جزيل الى اهنف السليمانية لتقديبهم الكثير من الامور اللي ساهمت في انجاح منافسات الدوري يا ريت نتحدث عن هذا الموضوع سيد محمد بسم الله الرحمن الرحيم تعرف استاذ محمد احنا رغم الظروف الصعبة اللي يمر بها البلد وجائرة كورونا والحضر القوي الملزم على بلدنا العزيز ارتقينا ان ننهي مشوار دورينا الممتاز في موعده المحدد للتفرق والانطلاق الى عملنا في المستقبل لانه ورانا عمل كثير جدا تعرف انت فقرنا اقامة التجمع اولا في محافظة كربلاء المقدسة بعد ان اعتذروا اخوانا الادارة في محافظة كربلاء بسبب فرض حضر التجوال هناك في كربلاء وبغداد ايضا ارتعينا الى قيام الدوري في محافظة السليمانية والحمد الله وشكر من خلال منبركم هذا نقدم جزيل الشكر الى محافظة السليمانية اخواننا الاعزاء في شمال كردستان العراق لما بدلوا من جهد لانجاح كرنفان حلو وجميل لم يحدث مثل هكذا كرنفان منذ اكثر من عشر سنوات في ختام دوري مؤهل جميل جدا بحضور شخصيات رياضية وسياسية رائحة ادت الى ابتهاج الفرحة الى كرة اليد العراقية نعم سيد محمد الشرطة متزعم دائما الى لقب دوري كرة اليد خمس مواسم متتالية قودة مدرب كبير وعنده نجوم كبار شنو السبب اللي خليه يتنازل عن عرشة الى نادي الجيش اللي اتقدم لهم ايضا بالتنئة والى حيدر سكر المشرف على كرة اليد امين سر النادي والى كل اللاعبين اسامة لمساكني المدير نادي الجيش اتقدم لهم بالتنئة لكن يسعدني ان استمع يعني كيف حسيم اللقب الى نادي الجيش واسباب تخلي اللقب بالنسبة لفريق الشرطة تعرف كابتن احنا عندنا قطبي كرة اليد العراقية هم الشرطة والجيش وكان سابقا نادي الكرخ اللي اعتذر عن المشاركة في اكثر من الموسمين كانت منافسة جميلة جدا بين الفريقين من المرحلة الاولى وحتى من التجمع الاول والثاني وحتى نهاية الدولي فريق الشرطة يعني فريق جيد ونحترمه احتراما جيدا لما يمتلك من عناصر منتخب وطني ومدرب قدير مثل ما يقولون يعني مدرب له خبرة وباع طويل لكن في نفس الوقت نقدم شكرنا الى نادي الجيش اللي يترأسه مدرب شاب ومدربين شابين وطموحين لتحقيق هذا الانجاز فكانت تنافس بينهما تنافس شريفا ومثيرا وللغاية يعني اعطوا اهمية قصوى لهذه المباراة الجميلة اللي انتهت بفوز الجيش ونقدم شكرنا الى وتهانين على نادي الجيش ونقول هارد لك لنادي الشرطة ولكن هو في الاساس نجاح الدوري الفوز كان للفريقين وليس لفريق نادي الجيش فمن هذا المنبر نقدم لهم الشكر الجزيل لنادي الجيش والشرطة لما يمتلكون من عناصر مهمة هي عناصر المنتخب الوطني وان شاء الله القادم افضل نعم ايضا سيد محمد لا يفوتنا ان نتقدم بالتهنية الى نادي كربلاء النادي الشاب اللي استطاع ان يحصل على المركز الثالث وهذا انجاز بحد ذاته لانه فريق شاب ما يمتلكوا بقية الفرق نادي مؤسساتي مدني وهذا النادي سبق وان حضرتك كنت رئيسا لنادي كربلاء وبالتالي نقدم لهم التهنية لانه الحصول على المركز الثالث في الدوري الممتاز لفريق شاب هذا يجير للإدارة واللاعبين والكادر التدريبي فحتى الان انسى تهنئتهم سيد محمد نعم نقدم لهم جزيل التهنية والشكر لما قدموه استاذ محمد اريد اعطيك فد معلومة الفرق الستة دخلنا في التجمع الاخير ولم يعرف منه الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس نعم فكانت التنافس قريب جدا بين جميع الفرق يعني كان كربلاء لها حظوظ اكثر من المركز الثاني لو لا الظروف اللي مروا بها الظروف المادية الصعبة وتأخر وصولهم الى محافظة السليمانية في باص النادي اللي تعرف الامور تعبان عندهم فكانوا هناك منافسة بين نادي كربلاء وأيضا نادي القاسم اللي نقدم له جزيل الشكر والاحترام لآخر لحظة وكان يحصل على المركز الثاني لو لا فوز كربلاء في اللحظة الأخيرة على نادي الفتوط فارق هدف وأصبح التتويج لنادي كربلاء يعني مثل هذا وصل لك فكرة الست فرق كانوا في مستوى واحد يتفوق عليهم فقط الخبرة والعناصر البدنية لبعض اللاعبين واللياقات البدنية والدعم المادي والمعنوي الحمد لله والشكر كسبنا لاعبين جيدين شباب لهم مستقبل إن شاء الله في المستقبل في كرة اليد من هؤلاء الست فرق سنشكل منتخب يليق بسمعة بلدنا العزيز ونستعد المشاركات الخارجية إن شاء الله بجهود وتكاتف الجميع نعم سيدة محمد ذكرت مفرد قلة الأمور المالية اللي يعاني منها نادي كربلاء وأنا أردقف عند هذا الموضوع وأرمي في ملعبك أيضا سؤالي كونك رئيس لإدارة كربلاء لسنوات ترى نادي أو محافظة كربلاء العزيزة الغالية ترى من المحافظات الغنية الغنية بمراقدها الدينية الشريفة بسياحتها المثمرة بالأموال الطائلة اللي تدخلها أي عقل رياضة كربلاء وهاي المدخولات بالمليارات تدخل لها وأنديتها فقيرة كرة القدم غايبة اتحاد اليد يعاني الفرق الأخرى تعاني وين دا تروح هاي لأموال الله يخليك سيد محمد ولو سؤالي بيحرج بس حشي لي لا ما بيحرج بالعقس بس كافتل إحنا هي مشكلتنا يعني مشكلتنا هي مشكلة السياسيين ما يتجهل الرياضة يعني تعرف أنت مثل ما قلت عندنا مرقدين هو يعني استقطاب جميع العالم في كربلاء المقدسة يعني لو فد مبلغ كلش بسيط من العتبتين يخصص إلى نادي الأم نادي كربلاء يمكن كان نادي كربلاء ينافس على جميع الألعاب وليس فقط كرة القدم هو هذا السؤالي ليش ما يتم تخصيص وجمهور يعني عند يعني كابتين بعد تعرف يعني كل من يقول لك احنا باختصاصنا السيد المحافظ المفروض يدعمهم ومنا من هذا المنبر نناشد السيد محافظ كربلاء لدعم لنادي كربلاء لأنه نادي الأم ويعتبر الواجهة الرياضية في العالم الإسلامي في محافظة كربلاء المقدسة يعني ولا محافظ رياضي دعمكم ولا محافظ هاي المحافظين كلهم اللي صاره ومن المحافظة السيد المهندس نصيف الخطابي يلا يا أستاذ نصيف يعني ما تعرف تطلع لك فد مبلغ تدعم به الرياضة وهي تجير الإنجازات لمكانتك وليعهدك لأنه نادي كربلاء من يحقق إنجاز يكتب هذا الإنجاز تم في عهد فلان الفلاني مثل ما كأس آسيا اللي حقق العراق بالألفين وسبعة تحقق بجهود لاعبين لكن في زمن معين جير إلى شخصية معينة فهي المفروض تخلي المسؤولين اللي يمتلكون المال والنفوذ والسلطة أنه يخصصون شيء للرياضة لأنه والله آني أنمرد من أسمع لاعبي كربلاء وأندية كربلاء وأندية النجف وأندية القاسم ما حدها فلوس وتعاني القحط والله من يمي أخجل أنا أقول إحنا نمتلك هاي المليارات يعني من السياحة نقدر نخصص مبلغ ونطلع فد فقرة ونمشي الأمور ليش ليش يعني هذه قضية ترى سيد محمد والله في غاية الأهمية فما أدري شاطرني الرأي طبعاً والله أنا أشاط لك بالرأي 100% كابتنا حدث لك معلومة صغيرة نعم نحن عندنا لائحة مسابقات بها عقوبات وبها إيجابيات وبها سلبيات فأحد لاعبي نادي كربلاء حصل على الكرت الأزرق في إحدى المباراة يجب عليه أن يغرم 250 ألف دينار حسب اللائحة نعم إذا ما يدفع هذا المبلغ ما يلعب المباراة القادمة فكان من اللاعبين البارزين في نادي كربلاء يعني الله شاهد ارتأوا إلي وقاءوا تعرف إحنا ما نعرف ما نقدر ندخل بعمل المسابقات نعم ولكن ارتأيت أن أدفع الغرامة من جيب الخاص للاتحاد العراق والله مغربة عليك إلى الأمين المالي اللي غرض أن نفسح المجال للعب هذا اللاعب الشاب المهم في نادي كربلاء يعني نادي جاء منك محافظة كربلاء إلى محافظة السليمانية بدعم ترى شخصي من بعض محبية اللاعبين المدرب الكابتين ومسؤول الفريق وليد حسين وبعض المحبين للعبة وشي دعم يعني بسيط من نادي كربلاء قدروا أن يحققون هذا الإنجاز الثالث اللي أنا حققته عام 1999 في كربلاء بعد أن جبت لاعبين أمثال رعاة خنجر وكاظم ناصر وربيع عبد الجليل وإبراهيم أحمد وخضير عبد العباس حققنا المركز الثالث عام 1999 وحققوا الإنجاز هذا كرروا أبطالنا الشباب في عام 2020-2021 نعم سيد محمد الأمور المالية شون اتغلبتوا عليها طبعا أيضا أكرر شكري إلى أخوتنا وأهلنا في السليمانية وإلى السيد محمود أحمد نائب رئيس الهيلة دارية لنادي البيش مرقي اللي يخصص القاعة وقدم الكثير الكثير من أجل إنجاح منافسات هذه البطولة لكن أرجع وأقول في ميزانية اتحادكم أنا اللي أدري فيها ميزانية خاوية لأن الحمد لله بذاك الوقت صفروا الأمور كلها والله يكون بالعون شون قدرتوا تمشون الأمور شون اتغلبتوا على هذه الأزمة المالية كابت أن تعرف إحنا عندنا ميزانية بس لحد الآن ما مقرأ الميزانية فميزانيتنا خاوية نعم فيعني من منبركم هذا نشكر نادي إسليمانية لتوفير كافة منزمات القاعة وجهزونا بكافة المزلزمات ولكن قدمنا طلب إلى السيد معالي وزير الشباب مشكورا وصرفنا مبلغ يعني مبلغ 20 مليون دينار عراقي لتقطية نفقات هذا المهرجان أو النهائيات ولكن لحد الآن لم نستلمع ولكن نزل في حساب حساب اتحادنا وأنا شخصيا قمت بصرف جميع التكاليف وجور الحكام وإفادة المشرفين والحكام وكل الأمور من جيب الخاص إلى ما نستلم المبلغ إن شاء الله اللي خصصنا وزير الشباب يعني يعني سيد محمد نقدم الشكر والجزيل بس قبل ما نقدم الشكر بس دقيقة في دول عيونك يعني أنت دا تشتغل أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب سيد محمد هذا وين كنت يشغل بالعالم ويردون إنجاز وبعدين السيد الوزير الطاق فلوس ليش ما نزلت دول عيونك أدري هس الوعد أوكي يامل وعود زين ليش منطاك ما عنده بس فهمني وعشرين ملوان وين أوديها وانت عندك ستة نديها أصرف إن مبلغ أستاذ محمد أستلمتوه كاش وافق عليه يعني هو مبلغ لا يكفي بالغرض ولكن أوعدنا بحضوره السيد أحمد الموسى ومدير عام التربية البدنية بخير إن شاء الله قال بعد عودتي إلى بغداد بعد أن يعني فرح في هكذا مهرجان وهاكذا تجمع وهاكذا دوري قال إن شاء الله نحن نقف معكم لأنكم تعملون في المسار الصحيح نعم سيد محمد أنا أيضا بصراحة أهنيك لأنه بفترة قصيرة يمكن نجحنا بتنظيم الدوري وأيضا نجحنا بمشاركة خارجية هي الأولى في عهدك أنت كرئيس للاتحاد وهي تجير إلك وتجير إلى لاعبين من الشباب وإلى الكادر التدريبي وإلى الوفد الإداري رحنا جبنا مركز الوصيف وهي طبعا جبنا لقب بطولة لأن نعرف المؤامرة اللي صارت لكن خلص هذا هو لكن التواجد في بطولة يزد الدولية ونحقق هذا الإنجاز هو بحد ذاته طفرة نوعية وعودة إلى سكة الإنجازات لذلك أنا مرة أخرى أقدم لك التبريك لأنه في فترة قصيرة حققت شيء من لا شيء إحنا نقول لا شيء لأن نعرف البير وغطى لا فلس لا عاني كل شيء ما يكون نشتغل كله بالوعود وبالتلفونات وبسيطة وصرف يا سيد محمد عود إحنا ننطيك لكن شوف اللي يريد يشتغل يشتغل لذلك أنا أهنيك على هاي المشاركة الدولية وعلى نجاحك في الدوري سيد محمد أشكرك كابتن تعرف أنت يعني إحنا بالنسبة أن أنا أول منبر هنا أنا أول استلامي إلى الاتحاد العراقي منصب رئيس الاتحاد وأوعدتك أن أكون عندنا حسن ظن أسرة كرة يد العراقية وأوصل باتحادنا ولعبتنا إلى بر الأمان والحمد لله والشكر عندما كانوا معارضين على الاتحاد ما يقارب 80% الآن مؤيدين للاتحاد 99% هم نفسهم كانوا معارضين من أشافة والحمل هسا الحمد لله كلهم باللجان معنا ويعملون يدا واحدة ومرتاحين للأمور اللي قاعد سير بالمسار الصحيح وهذا جاي من تكاتف الجميع أخواني وياي بالمكتب التنفيذي نقدم الشكر للكابتن عد حمودي الدعم المتواصل لاتحادنا مديرية التدريب البدني الشاكر الجبوري وبالأخص نادي سليمانية كلهم على هذا التكاتف والنجاح وإن شاء الله أطيق عهد أن نصل بكرة اليد إلى عهدها السابق بتكاتف الجميع وأقدم لك شكري واعتزازي لقناة الشرقية اللي هي لها الدعم الأساسي معانا وخاصة عندما كنا نشارك في بطولة يزد الدولية كانت تنقل الحدث أول بأول وحصلنا إنجاز رائع لم يحصل في تاريخ كرة اليد العراقية ولأول مرة نفوز على منتخب شباب إيران اللي كان متأهل إلى نهائيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم فريق عريق فريق يمتلك بنى تحتية عندهم مدربين أعمار أعلى من أعمارنا ولكن الحمد لله والشكور بتكاتف الجميع وبخبرة الكابتن قتيبة أحمد استطعنا أن نفوز عليهم ونحصل وصف الوصيف ولكن احنا كنا قابقى وسيناء وأدنى من المركز الأول وأنت تعرف الظروف اللي مر نعرف نعرف فريقنا والتعب والجهود احنا قبل من سافر خلال ساعة أنا ألاق استطعت أن أحصل الفيز وأرحل الفريق إلى طهران للمشاركة في هذه المهمة وهو دائما سيد محمد المهمة واللي كان لها سيد محمد دائما الإنجاز يولد من رحم المعانات وهذه العراقيين تعودوا ماكو فريق أو بعثة عراقية تروح مسترخية لون روح باللحظات الأخيرة لون روح نفرات لون روح وإحنا الكاتن قتيبة يجى في مكانك وحج المعانات لكن العراقي يحقق المنجز من رحم المعانات العالم كله أن العراقي قادر على صنع كل شيء سيد محمد في الدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم واللي أنا سعيد جدا بتواجدك ولا بد أن قبل ما يفوتني أيضا أبارك لنادي الكوت حصوله على لقب الفريق المثالي ومشاركته رغم أنه ما حقق شيء لكن هو وجوده يعني هو داعم لمنافسات البطولة ما هي الخطوات المقبلة سيد محمد لاتحاد كرة اليد على مستوى المنتخبات وعلى مستوى النشاطات الداخلية لأنه نعرف أزدل ستار على الدوري الممتاز الآن شنو الخطوات المستقبلية ياريت نتعرف عليها كابتن محمد كابتن إن شاء الله إحنا أول فقرة راح نبدأ بها هو رفع التجميل اللي كان من قبل الاتحاد السابق للاتحادات الفرعية لينهي الركائز الركائز الأساسية للاهتمام بالقاعدة فإن شاء الله في أقرب اجتماع راح رفع التجميل عن الاتحادات الفرعية وادعمهم لكي بالنهوض والعمل من أجل القاعدة أضافة إلى الدعم للمدارس التخصصية اللي راح نفتحها في جميع محافظات العراق إن شاء الله وتعرف إحنا أهم شيء عندنا القاعدة فلولا القاعدة لم نقدر نشتغل ونعمل وإن شاء الله هذه من أهم فقاورات أولوياتنا في العمل الاهتمام بالقاعدة أضافة إلى سنقوم بقيام ببطولة للنساء وبطولة لأندية الدرجة الأولى وبطولة للناشئين لأن عندنا استحقاقات تعرف أيضا لفريق الناشئين والشباب وإن شاء الله سنهتم بهذا المنتخب وعندنا بطولة التضامن الإسلامي اللي راح تصير إن شاء الله في إيران أو تركيا ما عرف الضبط المكان فراح أيضا نعيد هذا المنتخب الأولمبي للمشاركة في هذه البطولات وإن شاء الله لكن العمل يراد لجهد وتكاتف وأموال فالإيد الوحدة مصف فنرجو يعني من الأخوان التكاتف معنا من أجل إيصال كرة اليد العراقية لبر الأمان نعم بأقل من دقيقة هل هناك معارضين إلى محمد الأعرجي إلى الآن من قبل أبناء اللعبة وماذا يقول لهم محمد الأعرجي عبر برنامج شوط ثالث من الشرقية والله العظيم كابت الآن اللي عرفت بآخر التجمع الحمد لله وشكر أي معارض ماك إذا أكو معارض فهو معارض لأغراض شخصية فقط لأن أنا يعني من كان من أكثر المعارضين أنه هنوني وباركولي في هذا التجمع الأخير وقالوا نحن يدك اليمنى وسنواصل معك لحين لآخر لحظة لأن شفنا العمل وشفنا بجاية أن تعمل تعمل بقوة وبصدق من أجل كرة اليد العراقية وليس للمصالح فإذا هناك أكو معارضين قليلين فتعرف مثل ما يقولون لو خلية قلبت لكن إن شاء الله إن شاء الله النجاح أكثر من أكثر أكثر من السلبيات إن شاء الله وتكاتف الجميع سيد محمد العرجي رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد شكراً لتواجدك معي وبارك لكم الجهود الرائعة إزدال الستار بنجاح على منافسات الدوري الممتاز وحصولكم على لقب الوصيف بطولة يزد الدولية للشباب بكرة اليد وإلى مزيد من الإبداع وهو هذا اللي يريد يشتغل يصرف من جيبة ويقاتل اللي يريد يزوي شيء ما ينام بالخونة مثل بعض الاتحادات اللي جايهم إن شاء الله سادة الأحبة وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة اللي كان جزوها الثاني مخصص إلى اتحاد كرة اليد وإن شاء الله الاتحادات الباقية جايها اتحاد الطائرة وبقية الاتحادات أشكر لكم طيبة المتابعة وأنقل لكم تحياتي أنام وحديثكم محمد إبراهيم الناصر على أمل اللقاء بكم بإذنه تعالى في حلقة جديدة من حلقات الشوط الثالث عبر الشرقية إلى حلقة جديدة أقول لكم في مالا